ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن رجلا من أهل الفضل والله لا أعرفه أرسل إلي عن طريق أحد الأفاضل وقال أنا أريد أن يزورني محمد حسان وهو رجل مريض فأخبرت بذلك فقلت على العين والرأس واذهبت إليه هذا الرجل من الله عليه بالمال رزق بولد وبنت سافر ولده إلى دولة عربية بدعوى أنه أريد أن يبدأ حياته بنفسه وتزوجت ابنته رجلا من الناس وفي طريق عودته مع زوجته من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت بالسيارة فماتت زوجته وأصيب هذا الرجل في هذا الحادث بشلل كلي كامل لا تحرك فيه إلا رأسه ونجى الله السائق فهو يقول لي يكلمني يقول هذا السرير للسائق في نفس حجرة نومه فكأن الله يقول لي كأن الله نجى السائق عشان يخدمني أنا هو اللي بيأكلني وبيشربني ودخلني دورة المية ويطهرني بأيديه فبيقول لي والله يا شيخ محمد أبأنين في الليل من طول النوم أسأل الله أن يحفظني وإياكم من رقدة الفراش ومن قرح الفراش وأن يشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين وأنزل عليهم في هذه الساعة كل شفاء وكل دواء يا رب أذهب عنهم كل ألم وكل داء برحمتك يا أرحم الراحمين يقول لي والله يا شيخ محمد أبأنين بالليل نفسي أحك ظهري بلغتنا في مصر نفسي أهرش عشان إخواننا اللي في الخارج أريد أن أحك ظهري بلغتنا في مصر أهرش فبيقول سبحان الله أستحي إن أصح السائق دمعايا من الفجر صاحي بيخدمني طول اليوم فبيقول والله يا شيخ محمد أنا أمتلك كاش ستمائة مليون دولار كاش غير الأرض والفلل والقصور والعقرات ستمائة مليون دولار يقسم لي بالله كاش فقط فبيقول أتذكر الستمائة مليون دولار اللي في البنك وأبكي وأقول مين اللي ياخد الستمائة مليون دولار اللي موجودين في البنك ويردي لي إيد وحدة بس أتحرك بيها أعضر أهرش بها الحتة اللي أنا عوزها وبعدين بكى ونظر إلي وقال لي تصدق إن هرشة وحدة تساوي ستمائة مليون دولار المال موجود المال موجود طب أنتو كلكوا عارفين يقينا كريستينا أونسس ابنة الملياردير الشهير جدا أونسس هذه التي ورثت مع زوجة أبيها فقط هذه التركة الرهيبة الرهيبة فأصبحت بهذا الإرث أغنى فتاة في العالم في وقتها كريستينا فتاة صغيرة بهذه الثروة تزوجت برجل أمريكي فلم تسعد معه فطلقها أو إن شئت فقل فطلقته ثم تزوجت برجل يوناني ثم طلقته ثم تزوجت برجل روسي روسي فتقدمت صحفية في عرسها ومتعجبة كيف تلتقى الرأس مالية بالشيوعية فقالت البنت في كلمات حرفية أبحث عن السعادة عوزة إيه سعيدة نفس أبأ سعيدة ثم طلقها أو طلقته ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل أمريكي ثم عاشت معه سنة ثم طلقها أو طلقته وأخيرا وجدوا كريستينا جثة هامدة في إحدى الشالهات بدولة الأرجنتين وفي عرسها الأخير تقول لا صحفية أنت أغنى مرأة إذن أنت أسعد مرأة قالت لها بالحرف بل أنا أشقى مرأة ما سعدت بالمال كثير من الناس يتوهم أن المال هو اكسير السعادة سواء جمع من الحرم أم من الحلال لا والله لا ورب الكعبة والله لن تسعد بالمال قط إلا إذا جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال حينئذ قد أنعم الله عليك بنعمة هي من أجل النعم بعد التوحيد والإيمان يبقى كثير من الناس يتصور أن السعادة في المال وهؤلاء هم أصناف الناس في النظر إلى المال ولو أريد أن أطيل وقت بيجرس سبحان الله طيب صنف تاني باختصار شديد يرى أن السعادة في الشهرة الشهرة هي السعادة طيب والناس في الشهرة أيضا صنفان صنف يبحث عن الشهرة بالباطل بالمعاصي أظن ما فيش أشهر على وجه الأرض من إبليس إبليس أشهر شخصية على وجه الأرض كل الخلق يعرفونه لكن شهرة خيبانة شهرة تودي به إلى جهنم وبئس المصير ما قيمة الشهرة إذا كانت بالباطل بالكفر بالنفاق بالكذب بالكذب على الله بالكذب على رسول الله بالكذب على الأطهار